طبعا من مزيكة سواء الأوتوبيس أهم وأعظم أفلام المخرج الكبير أوي عاطف الطيب واحد من أهم المخرجين اللي مرت على تاريخ السينما المصرية والعربية ولا يقل أهمية عن أي مخرج عالمي عاطف الطيب هو رائد السينما الوقعية وكتير الدول ولقب مخرج الغلابة وسينما الناس البسيطة لأنه غاص في مشاكلهم وأحلامهم وقضايا المواطن البسيط وكان بيعشاء التصوير في الأماكن الوقعية ورغم كده كانت كل أفلامه من غير أي أسفاف أو ابتزال ولكن في منتهى الوقعية جدا الحقيقة دايما بيبقى فيها رسالة خليني أقولك كمان وزيد على كلامك يا عبيدة أنه هو مشوار فني قصير لكن قدر الراحل يعني عاطف الطيب يقدم فيه 21 فيلم لكنهم الحقيقة مش مجرد أفلام دي رواقع فضلة عيشة ولسه كمان هتعيش في ذاكرة السينما مين طبعا ينسى سواء الأوتوبيس ولا البريء ولا حب فوق هضبة الهرم اللي تصنفوا من ضمن أهم ميت فيلم في تاريخ السينما المصرية يعني مش أفلام كده وخلاص يتعامل مع أهم من جوم السينما وأهمهم كتبها وصنعها عاطف الطيب النهاردة بتمر الزكرة 29 على رحيله لكنه هيفضل باقي بأعماله بنرحب مع بعض بالمخرجة نيفين شلبي إلي كلمنا عن المخرج عاطف الطيب من ورانة وانا مش عارف مين المخرج بلغاية لما ابتديت بقدر السينما واتعمق أكتر وتخصصت أكتر في الأفلام التسجيلية يعني أنا شغلي أحسب أكتر يعني أو أنت دايمي أكتر للسينما الوثائقية شميع أنا بقى؟ هو أنا بحب بحب الناس وبحب أشتغل معهم بالحاجات الحقيقية آه فكان هو أقرب مخرج لقلبي أن أنا أتعلم منه والنقلة سهلة ما بين السينما الوثائقية والسينما الروائية اللي أنا بحبها يعني حتى لما أنا ابتديت أن أنا أعمل شغل روائي كانت من نفس المدرقانة متأثرة بي فحتى لما الأعداد كلموني كنت سعيدة جدا أن أنا هاجي أتكلم عليه لأنه ما يعتبرش رائد بس أو نموذج أو مثل أعلى لليه بس كان فيه لا ده الجيل كامل والأجيال كمان لسه هتيجي لأنه أفلامه هي لوحدها كده أفلام عاطف الطيب وأفلام مخرجين كبار لوحدها تطبيقين لو بتتفرج على أفلام عاطف الطيب بتشوفي إيه اللي بيميزه مثلا عن باقي المخرجين هل مثلا اختياره للممثلين ولا اختياره للكادرات ولا اختياره للموضوع للقصة بتشوفي إيه اللي بيميزه أكتر حاجة بتميز المخرج عاطف الطيب أنه اختياره للمواضيع اللي مش مستهلكة وحتى لو موضوع ممكن يبقى عادي جدا بس هو بيتناوله بشكل جريء وجديد وإنساني قوي يعني من أكتر الأفلام اللي اتأثرت بها في طفولتي الفيلم بتاع أحمد زاكي الحب فوقها هذا بالطريق دمام الفيلم بيحكي القصة عضية جدا شاب مش قادر يتجوز حاب بنت ويعني للظروف الاقتصادية ما عارفش يتجوز يعني موضوع بسيط جدا تحصل كل يوم وموجود لغد الوقتي بس شوفي هو عمل الفيلم ازاي الفيلم يوجع القلب يوجع ونهايته اللي هي النهاية المفتوحة فطبعا الاختيار الموضوع المعالجة السيناريو ممسرين مزيكة طبعا بس حتى في المزيكة انت ما بتحسيش قوي لأنه كون ان انت حسيتي المزيكة في الفيلم فانت فصلتي المزيكة هي عنصر مجاعد بتخليكي تندمجي أكتر في الفيلم ما هي عادل كان بيحصل فالفيلم كله انت بتخشي جوه بتخرجي مش عارفة بقى التفاصيل لأ انت ندمجتي في الفيلم حتى انا كمخرجة اعاوز افصص الفيلم ما بعرفش لأن انا ندمجتي في الحدودة على نفسي بعاية اه عمالة بعاية وبتحك وزعلينة ومتدايقة وبعدين بتحس ان هو بيوسق الاماكن يعني مثلا الفيلم ده اللي هو بتاع احمد زاكي ده من اكتر الافلام اللي انا بحبها متأثرة بيها بتليج هيب وسط البلد جايب مش عارفة شوبرة جايب اماكن فبتحسي انه بتشوفي البلد في هذا التوقيت كانت شايرة على شكلها ايه الناس بتاكل ايه بيأكلوا في البيت مكرون عشان هما الناس فقرة ما عندهمش لحمة يعني انا بركز وباخد بيلي حتى طريقة الصفرة معمولة ازاي مش ده دخل قسط قسرة بجد ده ده مش فيلم مش بقى رصة الصفرة والزاتون والمشاركة لا 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 حقيقية صفرة بيط مصري حقيقية اه بالزبط طب لو قلتلنا من الواحد وعشرين فيلم اللي عملهم عاطف طيب اقرب ثلاث افلام لقلبك اه البريء طبعا طبعا سواهل اوتوبيس نور الشريف وبعدين يعني الثالث بقى ممكن ليلة ساخنة الوروبة تاحمد زاكي مش عارفة بصراحة اه يعني ثلاثة صعب قوي اه محبوهم كلهم اه بس اكتر واحد البريء بصراحة لانه كان حتى تجربة انه هو يجيب عسكري في القوات او في الامن المركزي كانت تجربة فريدة جدا وانه الفيلم تمرر من الرقابة وتعاونه مع وحيد حامد فكان الفيلم احمد زاكي محمود عبدالعزيز كان الفيلم غريب يعني اولا احنا الغاية دلوقتي الغاية وقتنا هذا شوف الفيلم معمول في التمينيات الفيلم ده فعلا نتصور له نهايتين اه طب ليه بقى ليه تعمله نهايتين في الف تسعمية كامية شريف ستة وثانية اه هو الفيلم ده حساس قوي تمام وانا اصلا الغاية دلوقتي عندي تساؤلات كتير الفيلم ده تعمل ازاي وتمرر من الرقابة اصلا كله مش موضوع نهاية موضوع اكبر من كده بكتير فكرة انه بنتكلم على عسكري في امن مركزي في معتقل سياسي اصلا الفكرة واللوق لايم بتاع الفيلم يخض فوحي حامد مرره ازاي وعمله ازاي والفيلم بصرف النظر عن النهاية اللي نزلت بالسينمات والنهاية اللي بتاعت المخرج اللي هو قتل المؤسكر كله في النهاية اللي تشالت قتل المعسكر كله فكانت نهاية اكستريم دي النهاية اللي شالو دي اللي تشالت دي اللي تشالت بس شوفناها كلنا شوفناها ونزلة في كل حتة في بعض القنوات النهاية دي موجودة الفيلم بينتهي ان هو يعني قبل ما يقتل طب نبين يعطف الطيب عمل في مشواره كل واحد وعشرين فيلم لما يبقى فيه تسع افلام منهم لنور الشريف اكيد فيه سر ورا الموضوع دي هل بحستي كده وعرفتي الموضوع جدا وتفرجت على اكتر من لقاء الاستاذ نور الشريف والاستاذ عطي هو اول فيلم اصلا ده كان بطولة نور الشريف هنا بقى يعني هنا انا نفسي اوجه للنجوم والموسرين انه النجوم الكبار بيكتشفوا مخرجين مش المخرجين بس هم اللي بيكتشفوا موسرين فاستاذ نور الشريف رحمة الله عليه ده كان فنان عظيم ورائع على المستوى الثقافي والفني والاخلاقي والانساني فكان بيدور زي ما بيدور على السيناريو جيد بيدور على المخرج الجيد وهو يعتبر اللي مكتشف أصلا عدا في الطاقة فهتلاقي انه تاني فيلم عمله كان سوالي وتوبيس الفيلم اللي قبليه كان فيلم التوصف بس للأسف يعني اتأخر الفيلم اللي هو منزلش فهتلاقي انه هو مؤمن بيه وكان شايف انه هو مخرج جيد في اختيار المواضيع في حديثه مع المخرج بيبان من طريق كلامه من نقاشه وقصال بور الشريف كان ساعتها نجم كبير قوي كون ان هو يكتشف ويعمل فيلم ياخد الرزق ده لانه مؤمن بيه ونجم له رؤية طبعا لو نيجي نشوف بقى النجوم بتوعد الوقت يعني انا مثلا في فيلم الاول لفيت على مبسلين لولا بس ان كان المنتج قصال بور الشريف منظور هو المؤمن بيه انه ما المبسلين خايفين ها؟ لا 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 ما روحش غير لإسم ومعروف وعنده أعمال كدير بس عملك بأمانة والله يعني النجمة الكبيرة اللي روحت لها وقلت لها انا عندي فيلم واحد ووافقت وقرت واهتمت الأستاذ الهام شهين يعني هي من الجيل بتاع أستاذ نور الشريف ففي بعض المؤسسين إنما ناس تانية نجوم يعني ممكن تكلموا في التليفون أنت بعت لهم سيناريو ما يردوش عليك أصلا ففين بقى من نجومات نور الشريف ثقافة تاعت نجوم زمان لا يعني اللي بتباقي مثلا حد زي أستاذ الهام شهين بصراحة سيدة محترمة جدا وفيها من روح أستاذ نور الشريف أبدا لها كل التحية والتقدير طيب من نور الشريف نروح لأحمد زكي علاقته بأحمد زكي الهروب ضد الحكومة التخشيبة كانت برضو في مستوى زكاء ونجومية نور الشريف كانت بيختار الموضوع الجيد والمخرجة الجيد يعني مش مجرد موضوع وخلاص فهم عملوا توقامة كده أو سنائية عظيمة يعني أنا بالنسبة لي لأفلام اللي عملها أستاذ أحمد زكي مع أستاذ عطف الطيب من أعظم أفلام والهروب ده مصيبة سؤولة يعني ولا الحب فهضبت الغرب يعني من الأفلام اللي عملت نجومية أحمد زكي ضد الحكومة وضد الحكومة المرافعة اللي إحنا لغد دلوقتي كنا الممسرين بيعودوا تفرجوا عليها تتعلموا منها والبريء يعني فأحلى أفلام أحمد زكي اللي عمل التاريخ أحمد زكي كانت مع أستاذ عطف الطيب وما نقدرش ننسى ونتغفل إنه هو كان فيه جروب يعني تلاقي وحيد حامد أستاذ وحيد حامد طبعا ما حفظ الألقاب أو بشري دي أو أسام أدوار وكاشا أو عبد الحي أديب كانت فأوليفة جبارة أه فأستاذ عطف الطيب مش بس هو مخرج جيد هو بيعرف يختار الموضوع بيحرف في التاريخ بيقدر يقنع الممثل فهو أنا بالنسباني هو حاجة متكاملة يعني مخرج متكامل ومش بس ميزانيات كبيرة وعمش عارف إيه ويلا إحنا بننقل الواقع لأ هو نقل الواقع حضرتك مش إن إحنا نجيب ألفاز متزلة أو ننقل الواقع بكل ما سوقه وكل إساءاته وابتزيله ونقول أصداء الواقع إحنا بنجيب اللي حصل في الحقيقة بتشوفي دا بتعلموا بقى من عطف الطيب بتشوفي دا بقى في تنمى الحالية بتشوفي دا في الأفلام تقدري تقولي لي مثلا اسم فيلم أو فيلمين بتحس إن هم مبتزلين إيه دا كتير زي إيه قولي لي بس كين لا مقدرش والله لأن هم زميلي تقدرش لي وبعدين ممكن يبقوا منتجين هشتغل معهم بعد كده طيب لو تقولي لنا مثلا مثلا قبل ما نروح نشوف أهم جمل تقالت في أفلام المخرج الكبير عطف الطيب إيه آخر فيلم شفتيه عجبك يا الإحرام دا بردو دا لعجبك أهو اترحمتك من سؤال نهاية ما كنتش هتسكت ما معرفش ما جاوبتش على السؤال بس قلتلك أوكي طيب فيه بتاع محمد فراج فيه بوي 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 ويعني مش حاضر في ذهني حاجة لأنه أنا من الناس اللي عندي زائقة شوية غريبة فمش بتعجبني أي حاجة قوي بس ممكن أقولك على مخرجين بحب كل أفلامهم موجودين دلوقتي زيه أستاذا كان لابو ذكري مثلا بحب أفلامها كلها طبعا هلا خليل لا فيه ناس أنا بحب شغلهم قوي قوي محزل السيدات ايه محزل السيدات لا والله بقى يعني بعد عاطف الطيب راحت بقى ايه لا أنا بحب أستاذ دهود عبد السيد وصد محمد خان ورقفة دلميهي لا يعني هي صدفة أنه يعني مثلا أنا مع احترامي الأستاذة إنس الدغيدي مش بحب أفلامها غير عفوا وياقن بتحسي ايه من أفلام إنس الدغيدي مش زوئي يعني مش زوئي يعني مش ممكن أتفرج عليه مورا يعني ما تعمليش أفلام زي بالجراءة بتاعت إنس الدغيدي ما بعتبارهاش جراءة يعني أنا الفيلم الطويل الوحيد اللي عملته لا كان في جراءة وكان في ماشرة اختصاب وكان في love scenes ومش موضوع جراءة موضوع بسيارة موضوعات نفسها يعني سبس جراءة ده المشاهد اللي ممكن تكون موجودة في أفلام يا ناس الدغيدي لعب ممكن تتناوليها عادي ولكن لا وتناولتها بالفعل وعملتها بس الفكرة إنه الأفلام والموضوعات وطريقة موالجتها مش زوئي لا أحب أعمل زيها ولا أحب أتفرج عليها لا إنما أستاذة كاملة بوزيكري في الدراما وفي السينما هي دلوقتي أحسن مخرجة أه يعني بلا منافس مش بقول في الستات لأ كمخرج عموما طيب تعال نروح بقى نشوف أهم جملة آلة في أفلام عاطف الطيب ونرجع نكمل أنا نسيت وكنت أعملها في تفارق طيب كلنا دماجنا شوي طيب نيفين شايفة إن فيلم جبر الخواطر لشريهان كان إخراج عاطف الطيب بنفس مستوى الأفلام اللي كان بيخرجها لأستاذ عاطف الطيب وده كان برضو من آخر أفلامه هو للأسف هو توفى قبل ما ينتهي من منتاج الفيلم واللي كمله منتاج المنتاج الكبير أحمد متوالي طبعا المنتاج الكبير طبعا أستاذ أحمد متوالي بس مفيش حالس معه إنه المخرج ما يقفلش الفيلم التالي أكيد كان عنده رؤية مختلفة بيبقى شايف حاجة تانية طول الوقت أكيد كان عاوز يخلص الفيلم بشكل مختلف يركبه بشكل مختلف هو سيد عاطف طيب عندي رؤية فماعتقدش أنه الفيلم بنفسه مستوى أفلامه اللي سابقة لأنه ما كانش موجود في المونتاج وما كملش ما انتهيش من تصويره حاصل أن ده السبب يعني؟ أه ما معرفش بس أعتقد لو هو كان كامبل الفيلم متوفر خمسة وتسعين؟ أه خمسة وتسعين؟ والفيلم نزل تسعين؟ مش عارفة الفيلم أعتقد إنه هو تعطل شوية بسبب إنه يخلصوا له المونتاج بتاعه وكان فيه أعتقد إنه كان فيه أيام تصوير نقصة أه بس لو كان هو أنهى الفيلم برؤيته كان له كان الموضوع هيبقى مختلف يعني يعني ما افتكرش إنه هو أقل أفلام ويمكن طيب لو قلنا بين مع حفز الألقات طبعا نبيل عبيد، لايل علوي، لبليبة، شريهان، ميرفت أمين، هالا صدقين؟ كان نقدر نقول فيه علاقة أو كمية بينه وبين المخرج عاطف الطيب؟ يا بوسي الأسماء اللي حضرتك قلتها دي كلها يعني هما لما اشتغلوا مع عاطف الطيب يعني زي ما هما يعني آه نجمات كبار جدا وأبداعوا بس اللي حسيت إنه فيه اتنين خرجوا مرة جدوه منطلع منهم حاجة مختلفة وراحوا في حتة تانية خالص وابتدوا يصنفوا بشكل مختلف أعاد اكتشافهم مرة تانية هما اتنين هلا صدقين ولبليبة يعني هلا صدقين قبل عاطف الطيب حاجة عروب، الهروب، آه بعد الهروب صح؟ يعني في حتة تانية لبليبة كانت النجمة الجميلة الخفيفة اللي بيطلع معادة الإمام الكوميدية اللي مش هارف ايه لا بعد ضد الحكومة وليلة ساخنة في الميندول اللي عملتهم مع صدق عاطف الطيب لا لبليبة بقت ممثلة لها ثقل مختلف تماماً نمي ليلة علوي هي ليلة علوي النجمة قبل عاطف الطيب وبعد عاطف الطيب يعني ما كانش فيه إضافة نبيل عبيد هي قبل وبعد يعني هما كانوا يعني في عز نجوميتهم وعاطف الطيب ما أضافش أو ما عادش اكتشاف حاجة فيهم ومش زي هلا صدقي ولبليبة هما كانوا حاجة مصارهم اختلف آه خالص المخرجة الجميلة نبيين شلبي يعني نورتينا وكنا سعداء بوجودك معانا النهاردة في الزكرة الراحل الجميل عاطف طيب مرسي جداً على الاستدعمة نورتينا فرقفتينا والله يرحمه وعيش دايماً بأعماله بيننا طبعاً نورتينا في صواح البلد خلص خلصت خلصتنا في صراحة خلصتنا في صراحة لكن لينا لقاء بكرة ان شاء الله في نفس المعاد من 8 ل10 صباحاً يلا باي باي